وفق مجلس الشورى خلال جلسته الرابعة عشر التي عقدت برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2018 ميلادية بتعديل بعض احكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1987 ميلادية والذي يهدف الى تعزيز الرقابة على النشاط التجاري والتهرب الضريبي وجرائم غسل الاموال كما وفق المجلس على المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2018 ميلادية بتعديل بعض احكام قانون العمل في القطاع الاهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012 والذي جاء متوافقا مع توصيات لجنة تطبيق المعايير الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية وينسجم مع معايير العمل الدولية ومبادئ حقوق الانسان وتحقيق العدالة لكافة اطياف المجتمع وقد تم اختار المجلس برسالة سمو رئيس الوزراء المرفق بها مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020 ميلادية المرافق للمرسوم رقم 19 لسنة 2019 ميلادية وذلك لاختار المجلس بحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع اختار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية